اشتركوا في القناة خدم الحرمين الشريفين في منطقات الجنادرية كما حضر الحفل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وضيوف المملكة العربية السعودية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب السمو الملكي المراء وكبار المسؤولين والمدعوين وقد بدأ الاحتفال بعزف السلام الملكي السعودي ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير المتعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان كلمة رحب فيها بضيوف المملكة مؤكدا أن هذا المهرجان هو ظاهرة ثقافية وتراثية بعدها ألقى ممثل جمهورية مصر العربية كلمة باسم جمهورية مصر باعتبارها الدولة الضيف في هذا المهرجان ثم ألقيت قصائد شعرية خليجنا العربي يمتد خارطة للمجد واخضر بالبشرى بساتين هذه الإمارات فخر الشرق صيرها خليفة الخير بدرا في أعالينا وتلك مملكة البحرين شامخة يدني بها حمد أقصى مرامينا وحمد يبارك للتحالف البحرين وجيشين اللي أجوها العادي زجرها سورة المنامة يوم صفق الهواء شين حصن دياره عن عداه وحجرها ترجمة نانسي قنقر بعد ذلك كرم خدم الحرمين الشريفين عددا من الشخصيات السعودية والداعمين والرعاة لهذا المهرجان كما تم تسليم الجوائز على الفائزين في سباق الهجنة ترجمة نانسي قنقر هذا وحضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى مأدبة العشاء التي أقامها أخو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله تكريما لأصحاب السمو ضيوف الرحمن والمشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الحادية والثلاثين في منطقة الجنادرية وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى مدينة الرياض تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله للمشاركة في حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الحادية والثلاثين والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنويا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في منطقة الجنادرية كان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وسفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وقد تفضل صاحب الجلالة حفظه الله لدى وصوله بالتصريح التالي يسرنا ونحن نصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة تلبية لدعوة كريمة من أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله أن نعرب عن سعادتنا بالمشاركة في حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الحادي والثلاثين في منطقة الجنادرية هذا المهرجان السنوي الكبير الذي أصبح تقليدا حضاريا وملتقى عربيا وإنسانيا تلتقي في رحابه نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين والشعراء والباحثين من مختلف دول العالم الذين يثرون المهرجان بمختلف القضايا الفكرية والأدبية والثقافية كما نود أن نشيد بهذا المهرجان وفعالياته المتنوعة والذي يهدف إلى تعميق هويتنا الحضارية وتواصل الأجيال مع تراثهم وثقافتهم وتقاليدهم حيث أصبح مهرجان الجنادرية حدثا هاما يجسد تراثنا الإسلامي الأصيل وأصبح كذلك حدثا فكريا شاملا يستقطب كبار المثقفين والأدباء والمفكرين في الوطن العربي والعالم الإسلامي حتى أضحت الجنادرية نموذجا يحتذي في بلداننا الخليجية والعربية إن هذا المهرجان له مكانة خاصة لدينا حيث عصرناه منذ يومه الأول كما يسعدنا أن نقوم بهذه الزيارة الأخوية للمملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي نقدر باعتزاز دعمه ورعايته حفظه الله لهذا المهرجان الوطني العريق الذي يجسد عراقة وأصالة الموروث الشعبي ويؤكد تمييز الدور الحضاري ويعكس الصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وبهذه المناسبة نود أن نؤكد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الأزلية بين بلدين وشعبين الشقيقين الذين تربطهما وشائج القربة والمصير المشترك معربين عن اعتزازنا البالغ بالمواقف التاريخية المشرفة التي تقفها دائما المملكة العربية السعودية تجاه مملكة البحرين والتي تجسد علاقات المملكتين الوثيقة والضاربة في جذور التاريخ ويسرنا كذلك أن نعرب عن تقديرنا واعتزازنا لما تشهده الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية من نغضة حضرية وازدهار وتطور اقتصادي وتنموي على كافة الأصعدة في عهد أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبفضل قيادته ورؤيته الحكيمة مشيدين بما يبدله خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من جهود كبيرة للدفاع عن القضايا العربية والإسلامية ولم الشمل وتعزيز التضامن العربي والإسلامي لكل ما فيه خير ومصلحة شعوب الأمة العربية والإسلامية وكذلك دعم وتأييد الشرعية المؤيدة بقرارات دولية معربين عن بالغ شكرنا وتقديرنا لهذه الدعوة الكريمة من أخينا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لحضور مهرجان الجنادرية متمنين للأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية كل توفيق وتقدم واستمرار النجاح لهذا المهرجان الوطني التراثي والثقافي سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلدينا وشعبين الشقيقين نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار وأن يوفقنا جميعا ويسدد خطانا لما فيه خير شعبين وبلدينا وأمتين العربية والإسلامية والله الموفق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر